نبدأ بحاجة احنا كنت مرتبين مع بعض شوية حاجات كده هن بس انا هبدأ بحاجة السؤال الذي يتردد كثيرا يتردد طول الوقت والناس بتسأله قبل ما تكلمني على صفقات الزمالك قبل ما تكلمني عن الراحلين قبل ما تكلمني على اسمائك كبيرة اللي ممكن تيجي الزمالك قل لي الزمالك هيجيب فلوس الصفقات منين ده كل ما اكتب كل ما انزل الفيديو يقول لك كريم رمزي يكشف صفق انا هجيب الفلوس دي منين فانا قلت سألك السؤال ده عشان تبقى الأمور سهلة بعدك هو اكيد طبعا الزمالك بيمر بأزمة مالية ومجلس ادارة النادي الزمالك دائما بيتكلم في النقطة دي بسبب حاجز على الارصدة بسبب امور كتيرة في مشاكل مالية في الزمالك ولكن يعني بداية من اول ستة بدأت يعني في انفراجة في موضوع الفلوس وموضوع ان يخش فلوس لنادي الزمالك في الفترة الاخيرة اولها طبعا اللي هما الزمالك قرر فتح باب الاشتراكات داخل نادي الزمالك الاشتراكات بتدخل تقريبا يا كريم لما تيجي تجدد العضوية في الاشتراكات في نادي الزمالك بتدخل ما يقرب من 70 مليون جنيه فانت بتتكلم مبدئين 70 مليون جنيه هكو موجودة في خزينة نادي الزمالك خاصة ان قدرت النادي يعني حط التعليمات ان اللي مش هيجدد او لمعاد محدد هيبقى فيه غرامات فكل في الفترة دي عمال يعني بيدفع وبيلحق نفسه انه يجدد بدون غرامات عندك الزمالك بيتحرك دلوقتي طبعا مع رزارة الرياضة ان يبقى فيه يعني حساب جديد لنادي الزمالك في هيئة البريد المصري عشان يقدر يتلقى الاموال اللي جاية ليه اهم الاموال اللي جاية ليه 400 الف دولار فلوس صفقة مصطفى فتح اللي من نادي التعاون اللي موصلتش الزمالك حتى الان حوالي ما يقرب من 750 الف دولار من الاتحاد الافريقي في مشاركات الزمالك في دورة ابطال افريقيا الزمالك عنده 400 الف دولار تقريبا برضو قيمة مشاركة سيفر الجزيرة مع منتخب تونس في كأس العالم فدي ارقام داخلة مع الزمالك بجانب مزهور مؤخرا احد رجال الاعمال المنتميين كتشجيع لنادي الزمالك من رجل اعمال اماراتي بيدعم نادي الزمالك في صفقات كتيرة زي الصفقات زي ما انتك كلمت في اول الحلقة عن بعض الصفقات اللي الزمالك داخل فيها هو داخل داعم قوي على الال 50% من اي صفقة الزمالك هيفكر يجيبها من بره هيكون هو داعم لها في الفترة المقبلة عشان بس ان الجمالية زي ما يقول لهم انا يقول حاجة يا عم يقول لك بطولة اي كلام وخلاص المعلومة اللي انا باكدت لحضرتكم 100% الزمالك هيخش سؤول انتقالات دوت بقوة كبيرة جدا انا ما كانش عندي كل المعلومات اللي لها مطاوعة بس ما كنتش عرف الفوس هاتيه منين بس كده كده الزمالك مش هيعيش بالقائمة دا الموسم اللي جاي هو هيعمل تدعمات دا اللي قدر اقوله لك ودا اللي بيشتغل عليه الناس اللي موجودين في نادي الزمالك في الوقت الحج